الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طاه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين أما بعد إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم أذكركم بتذكير غيركم وبدعوة غيركم ليعم الخير وينتشر العلم وتعظم الفائدة فتحصلون من الأجر والثواب والخير والبركة ما لا يحيط به علما إلا الله سبحانه وتعالى فأخلصوا في نياتكم عند دعوتكم لغيركم لأنكم إنما تدلون على الخير إنما ترشدون الناس إلى الخير الدنيا للزوال لما قيل للشيخ رحمه الله رحمة واسعة أقيم عندنا درس إمرأة تخبره الله أراد بك خيرا أن يسر لك درسا في البيت هذا خير كثير احمد الله إحمد الله أن تستطيع أن تجمع الأهل أولادها والأرحام والأقارب والجيران ويأتي الأستاذ الداعية أو الشيخ أو المدرس فيدرس في بيتها تكون هي سبب هذا الخير ولها أجر عظيم وبركة كبيرة ثم هذا المجلس الذي يقام فيه الدرس ينزل فيه من البركات والخيرات والأسرار هي أستاذة أو مدرسة وإن لم تكن فتطلب مدرسا أو مدرسة على حسب الحاجة وقد يكون في البيت مجلس للرجال يعني درس وفي يوم آخر مجلس للنساء وقد تعمل بعض النساء الكريمات الطيبات مجلسا في وقت سالس للبنات الصغيرات أو للصبيان أيضا فيكون هذا البيت عامرا بالخيرات وشيخنا رضي الله عنه بيته كان مفتوحا لطلبة العلم في الليل والنهار وكانوا يبيتون فيه وكان رضي الله عنه من الفجر هو يستقبل الناس وهكذا إلى الليل ثم ينصرف الناس بعد أن يحضروا الدروس والمجالس ويحصلوا الخيرات ويصلوا جماعة وطلبت الشيخ الذين يبيتون في البيت لحفظ العلم يبيتون هناك يقرؤون في الليل يطالعون يدرسون يحفظون وهكذا يصلون العشاء جماعة ثم قيام الليل ثم الفجر جماعة وهكذا كان بيت الشيخ وكان مفتوحا للكبار والصغار والرجال والنساء فإذا انتبهوا يا إخواني ويا أخواتي كل واحد منكم وكل واحد من كنا ينبغي أن لا يبخلوا على أنفسهم بإقامة مجالس العلم في بيوتهم يعني أنتم إذا أقمتم مجالس العلم في بيوتكم تساهمون في نشر العلم وفي انتشاره لأن من الناس من لا يذهب إلى المسجد ومن الناس من لا يذهب إلى المصلة ومن الناس من لا يذهب إلى مراكز الجمعية مثلا فأنتم في البيوت يصير سهلا على الجيران وربما على الأهل وبعض الناس ربما بدعوة الخجل لا يذهب إلى الأماكن العامة أما إلى بيت قريبه أو قريبته فيحضر فإذا أنتم بهذا تساهمون ولكم من الخير تساهمون في نشر العلم ولكم من الخير والبركة سمعتم ماذا قال الشيخ رحمه الله قال هذا خير من الدنيا وما فيها فأنت أو أنت حفظكم الله جميعا إذا كنتم سببا بإقامة مجالس العلم فتحتم درسا لاحظوا ما لكم من الخير ما لكم من البركة أي شيء لكم من الأجر لكم ما هو أفضل وأعظم وخير من الدنيا وما فيها لأنكم بهذا العلم وبنشره وبالعمل به تحصلون المراتب العلية والدرجات الكبيرة الرفيعة السنية والمطالع في التواريخ والسير يرى أن من الأرقاء والعبيد من سادوا بسبب العلم يعني كان عبدا مملوكا صار عالما سيده أعتقه صار مقصدا للناس بل إن عددا ممن كانوا من الأرقاء والعبيد صاروا أئمة في العلم ولو رجعتم إلى كتب المصطلح تجدون كثيرا من هؤلاء تجدون كثيرا من هؤلاء يصير هذا الإنسان الذي كان عبدا مملوكا بسبب العلم وقوته في العلم وعلو درجته في العلم يصير إماما للناس ويصير مقصودا ومقصدا حتى إن الملوك والأمراء يقفون على بابه حتى الملوك والأمراء يقفون على بابه بسبب العلم وبسبب بركة العلم ثم إن الكثير من الناس يغفلون أمر العلم ويغفلون شأن العلم وهذا بسبب غفلتهم لذلك ينبغي أن ننتبه جميعا لأهمية هذا الأمر لاحظوا إلى عبارته قال هذا خير كبير خير من الدنيا وما فيها يعني هذا المجلس خير لك أو خير لك من الدنيا وما فيها إذن مجلس علم واحد تكونون سببا في إقامته وإنشائه وفتحه خير لكم من الدنيا وما فيها فلا تبخلوا على أنفسكم أنتم تقوّوا في العلم وأنتم يعملوا بالعلم وأنتم يعملوا على نشر العلم لذلك كم وكم من الأئمة والعلماء رضوان الله عليهم صاروا يعني مشاعل هدى ونور وصاروا أنفع للعباد وللبشر من الكوكب المضيء في السماء بل صاروا كالعافية للبدن وكالشمس للناس والدنيا هذا الإمام أحمد رضي الله عنه كم كان يمدح الشافعي وكم كان يسني عليه كان يقول عنه كالشمس ويقول عنه كالعافية للبدن إذن هؤلاء الأئمة العظام الذين حفظوا الدين ونشروا الإسلام وأنشأوا هذه المدارس التي ما زالت إلى اليوم يتناقلها الناس الخلف عن السلف أي خير لهم عند الله تخيلوا أنتم تخيلوا مثلاً أن يكون في صحيفة الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه مئات الملايين من البشر الذين تعلموا بسببه الشافعي منذ متى مات لكن علمه إلى الآن ينتشر علمه إلى الآن يتوسع هو رضي الله عنه ولد بمئة وخمسين للهجرة ميت بمئتين وأربعة لكن إلى اليوم مئات الملايين من البشر انتفعوا بالشافعي وبعلمه رضي الله عنه وأرضاه والشافعي يستحق أن يترضى عنه وأن يترحم عليه وأن يدعى له حتى في السجود حتى في السجود كذلك الرفاعي الكبير كذلك أبو الحسن الأشعري أبو منصور الماتوريدي هؤلاء الأئمة أبو حنيفة مالك أحمد الأوزاعي هؤلاء إلى الآن علمهم وما قدموا من الخيرات والبركات والعلوم للأمة إلى الآن البشر والأجيال ينتفعون بهم وبعلومهم لو لاحظنا أحيانا بعض الناس قد يتأثرون بالغزوات وبالفتوحات والبطولات التي تكون في ميادين الجهادي وبالسيف وعلى الخيل يبقى مثلا بعض الناس يتحدثون عن فتوحات خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو يستحق ذلك هذا الكرار هذا البطل الأسد الذي كان رضي الله عنه وأرضاه من العجائب في القتال من جرأته وشجاعته يقتحم جيشا بأكمله هذا مثلا سيدنا خالد إلى اليوم كم وكم نتغنى بفتوحاته عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب محمد الفاتح فلان وفلان هم كثر لكن أنا أسألكم هذا السؤال اليوم في هذا العصر هل يوجد من هؤلاء الفاتحين والأبطال الذين نصروا الدين والإسلام بالسيف وبالدرع وفي معارك وفي الجهاد اليوم لأوم بحسب الظاهر لا يوجد لكن لا تنسوا العلماء لا تنسوا العلماء الذين هم في المقابل ربما عملوا أحيانا أكثر مما يعمله السيف لأن العالم بعلمه يدخل الكفار في الإسلام ويرد على الكفار والمشركين وفرق الضلالة مثلا لو نظرنا في سيرة شيخنا رحمه الله لو نظرنا في سيرة القائد الشيخ نزار حلب رحمه الله كم لهما من المواقف البطولية كم لهما من الأعمال العظيمة من نشر الدين والعلم ومن الجرأة العجيبة في الرد على أهل الضلال في التحذير من المتطرفين ممن نشر الكفر والتشبيه والتجسيم في الدنيا تخيلوا أنتم مثلا هذا البطل هذا الجريء هذا الشجاع هذا المقدام الذي كان قلعة متقدمة في حماية الدين والعقيدة والإسلام الشيخ عبد الله الهراري الذي واجه كل فرق الضلالة والذي واجه المشبه المجسمة مع جحافل أموالهم ومع جحافل فرقهم التكفيرية والتخريبية والتدميرية والتفجيرية في كل الدنيا أرعبوا الدول قتلوا الرؤساء قتلوا الرؤساء هتكوا الأعراض من الذي جابههم من الذي واجههم هذا الإمام العظيم الشيخ عبد الله الهراري هذا البطل القائد الكبير نزار حلبي هذه الجمعية المباركة جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فهذه البطولات وهذه الفتوحات وهذا التقدم وهذا النصر وهذا الاقتحام وهذا التصدي والتصدر لا يقل عن فتوحات بعض الأبطال الذين فتحوا بالسيف بل ربما كان الفتح بالعلم في بعض الأحيان أعظم فائدة من السيف تعرفون لماذا؟ اسمعوا مثلا القائد الفلاني لو قتل مئة كافر في المعركة وحرر وفتح وانتصر لكن هذا العالم بسببه وبعلمه أسلم مئة إنسان دخلوا في الإسلام حزر من أهل الضلال وقف في يعني جحافل الجهل الجرارة المنتشرة هو وقف في وجهها وأوقفها هذا سوابه أعظم من قتل الكافرين في المعركة لماذا؟ أنت انتبه لاحظ الآن قتل كافر بالسيف أو إدخال الكافر إلى الإسلام بالشهادتين وبالعلم أي النفعين أعظم إدخاله في الإسلام لاحظتم؟ إدخاله في الإسلام لكن الناس اليوم لا ينتبهون الناس شغلتهم الدنيا شغلهم التلفزيون الناس شغلتهم الأمور التي تجرهم إلى الدنيا إلى الملاهي إلى المفاسد يعني الآن كم من الناس الآن يتحضرون بزعمهم لما يسمى بسهرة رأس السنة من الفسق والمجون والانحلال الخلقي والمخدرات والفساد والمعاصي والزنا وشرب الخمر والرذيلة وهدك الأعراض ويضحكون ويفرحون ويتبجحون وينزلون ما يحضرون على الفيسبوك يشهرون ذلك للناس ويشجع بعضهم بعضا على الفساد هذا الذي شغل الكثير من الناس بل وحتى إن من المتعلمين من لا ينتبه أحيانا إلى عظيم بطولات وفتوحات هذا الإمام العالم وما عمل في هذا العصر في عصرنا الآن انظروا إلى فتوحات الشيخ عبد الله الهراري كم وكم من مشايخ ومفاتي وقضاة ودكاترة ورؤس جمعيات وجامعات وجماعات لم يتجرأوا أن يجهروا بالحق ولم يتجرأوا أن يحذروا من المتطرفين ومن المشبهة المجسمة هذا الرجل الذي بتوكله على الله كان يعني على كل الجبهات في وقت واحد هذا الرجل العظيم الشيخ نزار حلبي وهكذا إخواننا الدعاة في الدنيا الذين توزعوا في الأرض ينصرون الدين وينشرون الإسلام هؤلاء أبطال ولهم فتوحات يحامون عن الدين ويحمون الدين ويحافظون على العقيدة وعلى الإسلام يدخلون الكفار في الإسلام وينشرون التوحيد والإسلام والتنزيه ويحذرون من الكفر والضلال هذه بطولات عظيمة هذه بطولات كبيرة لذلك بالعلم الإنسان ينال هذا الشرف بالعلم فلا تبخلوا على أنفسكم ومرة حصلت حادثة يقال إن إحدى الإيماء عند هارون الرشيد وهارون الرشيد تعرفون كان حاكما قويا خليفة مشهورا وله حكم ممتد وواسع على كثير من الدول والبلاد من بلاد العرب والعجم من بلاد العرب والعجم وجاء مرة إلى قصر له فرقة في سوريا كان يأتي أحيانا إلى الرقة وكان له قصر هناك يجتمع عليه الناس يخرج الناس لاستقبال الخليفة وهذا أمر عادي أن الرئيس الحاكم الخليفة جاء وتعرفون رجال الدولة يخرجون معه بعد أن وصل واستقر فرقة مدة حصل ضجيج عظيم فرقة أعظم وأكبر وأوسع مما حصل عندما دخل هارون الرشيد إحدى الإيماء التي لها شأن عند هارون نظرت فراءت الازدحام في البلد والغبار والأصوات قالت ما الأمر ما الذي حصل ما الذي حل قالوا لها فلان الإمام فلان الإمام العالم جاء إلى الرقة قالت هذا الحكم لا ما تجمعه الصياط والخشب الله أكبر فهمتم؟ يعني هذا العالم جاء وحده لكن لحب الناس له ولانقيادهم له ولتعظيمهم له ولما له عندهم من المكان المقدمة خرج الكبار والصغار والرجال والنساء والخاصة والعامة لاستقباله فحصل ضجيج في البلد واستقبال أكبر مما حصل للرئيس للخليفة قالت هذا الحكم يعني هذا من حيث المعنى لأنه جمع الناس عليه بالعلم قالت لا ما تجمعه الصياط والخشب لأن بعض الملوك والرؤساء إنما يجتمع عليهم الناس خوفا من الضرب بالخشب أو الصياط لذلك ينبغي لنا أن نعتني بالعلم لأنفسنا لأولادنا لأهلنا وأن لا نقصر في نشر هذا العلم والخير ثم اسمعوا ماذا قال رضي الله عنه وأرضاه قال الدنيا للزوال إذن الدنيا لن نبقى فيها ولن نخلد فيها يعني الآن كم سيعيش الواحد منا بعد ذلك سيموت الواحد منا الآن ليفكر هكذا نظرة سريعة أين الأجداد أين الذين سبقوا إن كان من الكبار أو الصغار ومن الأغنياء والفقراء أين الذين دفناهم بأيدينا أين الذين صلينا عليهم أين الذين حضرنا في جنائزهم وهكذا الدور علينا قريب إذن الدنيا للزوال الدنيا ليست للخلد والبقاء بل الدنيا خلقها الله لتزول لتفنى لأنه قال سبحانه كل من عليها فان والله تعالى ماذا قال في القرآن الكريم وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا إذن الدنيا دار عمل كما قال سيدنا علي أمير المؤمنين باب مدينة العلم رضي الله عنه وأرضاه قال ارتحلت الدنيا وهي مدبرة وارتحلت الآخرة وهي مقبلة فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا اليوم العمل ولا حساب وغدا الحساب ولا عمل ماذا قال ربنا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَوَجَدُوا أَيْن؟ في الآخرة ما عملوا يعني جزاء ما عملوه هذا الجزاء والحساب يرونه في الآخرة على ما عملوه وعلى ما قدموه في الدنيا فالدنيا مزرعة أن تنظر لنفسك ماذا تزرع فيها إن زرعت ما ينفعك حصدته وانتفعت وإن زرعت ما يعود عليك بالضرر والأذى والخيبة فيا حسرتك ويا خيبتك ويا تعسك ويا بؤسك إذن كل مننا الآن ليقدم في هذه المزرعة ما ينفعه غدا في يوم الحصاد غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا فبئس ما صنعوا لذلك إخواني وأخواتي ينبغي أن لا نبخل على أنفسنا بالتزود من هذه الفانية للباقية ينبغي أن لا نغفل هذه الحقيقة أننا راحلون وأن الدنيا للزوال وأنها لم تخلق للبقاء وأنها لم تخلق للبقاء إنما خلقت للفناء والزوال واعلموا أيها الناس أنكم لم تخلقوا في هذه الدنيا لتخلدوا فيها بل لتؤمروا بالعمل والطاعة ثم لتموتوا فترحلوا عنها فتوافوا الحساب والسؤال والميزان يوم القيامة فاستعدوا لتلك اللحظة ولذلك اليوم قبل الحسرة وقبل الندام وقبل البكاء في يوم لا ينفع فيه البكاء فاستعدوا وتهيأوا قبل أن تموتوا فالدنيا وما فيها للزوال وما مضى منها أكثر مما بقي لها ألا نعتبر مما رآه صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج أليس من جملة الأشياء التي رآها عليه الصلاة والسلام رأى الدنيا بهيئة عجوز قد يسأل البعض كيف يعني رأى الدنيا بهيئة عجوز الله لا يعجزه شيء رب قادر على كل شيء صور الدنيا بهيئة عجوز فرآها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له جبريل هذه الدنيا وهذه حكمة عظيمة بالغة ما هي الحكمة في هذه القضية؟ يعني انتبهوا عندما تقول رأى الدنيا بهيئة عجوز يعني ما مضى منها أكثر مما بقي لها يعني لو نظرت مثلا إلى البنت الشابة عمرها لنقول 13 سنة بحسب العادة هل عمرها 100 سنة؟ وبما أنه قلنا الدنيا إذا عمرها 100 سنة يعني العجوز أو 200 أو 300 سنة بحسب العادة هل تعيش ما تعيشه البنت التي عمرها بالنسبة لهذه العجوز كلا شيء؟ وعم نحكي بحسب العادة ما عم نحكي بالأمور المستثنات أو التي هي نادرة إذا معناه أن الدنيا ما مضى منها أكثر مما بقي لها فلنستعد ولنتهيأ قبل فوات الأوان رأى الدنيا بهيئة عجوز أي أن ما مضى منها أكثر مما بقي لها يعني تهيأوا أنتم إلى الموت صائرون للفناء راحلون عن الدنيا استعدوا دن الأجل اقترب الرحيل هذا معناه لكن سرعان ما ننسى لكن سرعان ما نغفل لكن سرعان ما يقسى هذا القلب بسبب أن الدنيا أكلتنا بسبب أننا غرقنا في الدنيا وبملزاتها والغفلة وقسوة القلب والقلب إذا قسى والسود بسبب الزنوب والمعاصي وبسبب الانغماس في الدنيا وشهواتها وعدم الاضطعاز والاعتبار فالخطر كبير الخطر يا إخواني كبير وعظيم إذن الدنيا للزوال أن تقيموا مجلس علم في بيوتكم وهذا لكل واحد منا ولكل واحدة يعني أنتم الآن كم عددكم يا إخواني الذين تحضرون هذا الدرس والذين يتابعونه في الليل أو غدا من هم الآن في وقت واحد في الصفحة داخلا أو الذين ينظرون من الخارج كم عددكم قليل أو وسط أو كثير لكن إلى الغد كم يصير عدد الذين يشاهدون هذا الدرس إلى ما بعد الغد كم يصير العدد؟ ستين ألف؟ سبعين ألف؟ تخيلوا إذا ستين ألف سبعين ألف إنسان أقاموا كل واحد مجلس علم في بيوتهم حيث أنتم في لبنان في الأردن في العراق في مصر في الخليج في أمريكا في الغرب في أستراليا أينما كنتم كل واحد إذا أقام مجلس علم في بيته تتخيلون الفائدة؟ تتخيلون هذا المنظر الآن لو واحد أغمض عينيه لنصف دقيقة تخيل خمسين ألف مجلس علم متوزعة في الأرض ستين ألف مجلس علم للكبار والصغار والرجال والنساء سبعين ألف مجلس علم متوزعة في الدنيا في أوقات مختلفة أي خير هذا؟ أي بركة؟ نور يشع وينتشر في الأرض في الدنيا هكذا العلم وفائدة العلم أعظم من فائدة الشمس فائدة العلم والدين أعظم من فائدة القمر لذلك لا تبخلوا على أنفسكم الدنيا للزوال الدنيا للفناء لن نبقى ولن نخلد لا نحن ولا أنتم ثم حكى لها الشيخ رضي الله عنه باختصار قصة شداد ابن عاد وقصة شداد ابن عاد يا إخواني ويا أخواتي فيها عبرة كبيرة وفيها موعظة عظيمة لكن ينبغي أن نسمع بقلوبنا لنطعظ شو يعني؟ يعني في ناس بيسمع بدينته مثل ما بعض الناس بالعامية بيقول بيفوت الحكي من هون وبيطلع من هون هذا تعبير يعني عامة عند بعض الناس والأصل أن يدخل الكلام من الأذن إلى القلب من الأذن إلى القلب وأن يكون القلب مستعدا متأثرا فينتفع بهذه الموعظة أما القلب إذا كان قسى وفسد وسود وأظلم لو سمع ميت موعظة قد لا يتأثر والعياذ بالله ومسخ القلوب شيء خطير مسخ القلوب شيء خطير قسوة القلوب وظلمة القلوب شيء خطير تعالوا أنا وأنتم لننظر في قصة شداد ابن عاد لكن مع الاضطعاز لكن مع الاعتبار يعني نشوف إذا كان شداد ابن عاد ما دامت له الدنيا ولا القصور ولا الزهب ولا الزعامات فهل تدوم لك أنت أيها الفقير أو أنت أيتها المسكينة أو أنا أيها الضعيف العاجز لا الدنيا ما حد دوم لا دامت لشداد ولن تدوم لنا إذن فلنطعز ولنعتبر ما هي قصة شداد ابن عاد أليس الله يقول في القرآن الكريم ألم ترى كيف فعل ربك بعاد هذا شداد ابن عاد كان عاش تسعمائة سنة على الكفر تسعمائة سنة عاش على الكفر وكان من تجبره وتكبره وتعجرفه وانتفاخه عندما سمع عن أوصاف الجنة وأنها قصور من ذهب وقصور من فضة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وتربتها كذا وأرضها كذا وأنهارها كذا المغرور المغرور إذا بتتذكروا مرة كان عندنا مجلس درس وحكينا عن سوء الفهم بلية من البلاية وضربنا مثال فرعون وبالنمرود إذا مذكرين وببعض هؤلاء الكفرة ومنهم هيدا مين شداد ابن عاد من أصحاب الأفهام السقيمة والأفهام المعوجة والقلوب المنكوسة والعقول المعكوسة لأنه من تكبره وتجبره قال هو يبني جنة على الأرض على زعمه اسمعوا شو اللي حصل هذا شداد ابن عاد كان هو الحاكم والملك على الأرض وكان فيه ميتين وستين ملك ميتين وستين ملك في الدنيا يعني مش ببلد واحد لا في البلاد موزعون هنا وهناك وهو الرئيس عليهم هو الزعيم عليهم شو عمل شداد ابن عاد ماذا فعل شداد ابن عاد أمر ملوك الأرض أن يجمعوا ما في بلادهم من الزهب والفضة هذه هون عند العبارة اللي قلنا الشيخ بالعامي قال لما الذهب والجواهر لما يعني جمع طيب اسمعوا شو اللي حصل أمر ملوك الأرض أن يجمعوا ما في بلادهم من المجوهرات واللقالة والذهب والفضة واليواقيت وأن ترسل إليه وين اختار أنه يعمر جنع زعمه؟ اختار بلاد عدن من أرض اليمن في تلك الأزمنة المتقدمة البعيدة كانت هذه البلد بلاد عدن من اليمن من أرض اليمن كانت من أكثر بلاد الدنيا نعمة وفاكهة وماء ورخاء اتصوروا إذا كان العنقود الواحد عنقود من الشجرة يعني من العنب العنقود الواحد حمل بغل حمل بغل مش حمل أربع سليل مكاتل فيها عناقيد متجمعة لا العنقود الواحد حمل بغل وكانت المرأة إذا وضعت المكتل على رأسها ومرت بين الأشجار وتحت الأشجار من غير أن تمس شجرة يعني لا حركت الشجرة ولا هزتها ولا حركت السمار بس اتحط المكتل على رأسها وتمشي بين الأشجار تنزل الفاكهة فيمتلئ المكتل تصوروا هكذا كان يعني هواء طيب وماء زلال فرات عزب ونعمة ورخاء هذه كانت بلاد عدن من أرض اليمن في زمن شداد ابن عاد طيب اختار يبني على زعمه الجنة هناك هناك في عدن وبدأوا ملوك الأرض يجمعوا الدهب والفضة واللآلئ واليواقيت والجواهر وأن ترسل إليه إلى عدن ملوك الأرض تخيلوا أنتم ملوك الأرض يشتغلون هم ومن معهم في البلاد من العمال والجنود يجمعون ويرسلون بؤي عشر سنين بس عم ببعتوله عشر سنوات وهم يرسلون إليه وبقي سلاسمائة سنة في بناء تلك المدينة تخيلوا أنتم هو عاش تسعمائة سنة على الكفر طيب شو اللي حصل بعد كل هالتعب يا حسرة هذا الخائب بعد كل هذا التعب وبعد كل هذا الشغل بعد كل هذا العمر ما الذي حصل اسمعوا واعتبروا والطعز ثلاثمائة سنة عاب يبني فيها ويتابع ويراقب أنهى بناء تلك المدينة وأنشأ القصور على السور يعني عمل مدينة رجع عمل سور عريض وعلى السور بنى القصور أيضا غير التي في أرض المدينة وزيّن جدران تلك المدينة والقصور باللقال واليواقيت والجواهر سمعوا شو بؤي عنده النهر الماء شو بده يعمل فكر لما سمع عن أوصاف أنهار الجنة كيف تتلألأ فكر قال إذن أضرب ألواحا من الفضة ثم يجرى الماء عليها يعني عمل أرض للأنهار من الفضة ثم أديرت هذه الأنهار على هذه الأقنية التي هي من فضة فإذا ضربتها الشمس ماذا يصير تتوقد وتتلألأ بالجمال يعني أجرى أنهار تلك المدينة على ضفاف من فضة ثلاث مئة سنة عم يبني انتهى من ذلك أمر وزراءه الوزراء اللي عنده معه بالبلد وأولاده وحاشيته أن يجتمعوا وخرج أمامهم منتفخا متكبرا متعجرفا ليدخل تلك المدينة وهم وراءه خلفه جاءوا ووصلوا قبل أن يدخل تلك المدينة وقبل أن يتمتعوا بقصورها وأنهارها ما الذي حصل اسمعوا واتطعظوا واعتبروا يقول الله عز وجل ألم تر كيف فعل ربك بعاد ما الذي حصل الله القادر على كل شيء الذي لا يعجزه شيء الذي أبدع الكون والعالم خلق كل هذا العالم بقدرته سبحانه لا يعجزه شيء اسمعوا قلب تلك المدينة بقدرته فجعل عاليها سافلها وانشقت الأرض فابتلعتها وهم معها في الهلاك وهم معها في الهلاك هو ومن معه والمدينة الله يقول فصب عليهم ربك صوت عذاب نوع عذاب دمرهم أنزل عليهم بلاء من السماء دمرهم وأهلكهم وانشقت الأرض وابتلعتهم وابتلعت تلك المدينة أين شداد ابن عاد وأين الدنيا وأين الملك وأين الزعامة وأين الحكم وأين الملوك وأين الرؤساء وأين الأموال وأين الزهب وأين الياقوت كل ذلك ابتلعته الأرض كل ذلك ابتلعته الأرض هذا يعني بعض ما جاء في قصة شداد ابن عاد لذلك فلنعتبر ولنطعز قبل أن نصير في عداد الأموات وقبل أن نوضع تحت التراب وقبل أن يفاجئنا عزرائيل عليه السلام بالموت فعزرائيل لا يستأذن على الأبواب وعزرائيل لا يمنعه الحجاب وعزرائيل لا تمنعه الأبواب الحديدية ولا البنادق ولا القوات العسكرية كل ذلك كلا شيء بالنسبة لعزرائيل عليه السلام ومن هذا القبيل وبهذا المعنى نذكر ما رواه الغزالي رحمه الله من قصة ذلك الملك الذي كان في بني إسرائيل وكان ظلم وطغى وكان ظلم وطغى وبغى وفسد وأفسد وعظم ضرره على الناس ما الذي حصل في يوم من الأيام هذا الحاكم هذا الرئيس هذا الزعيم أعطى أمرا أن لا يدخل عليه أحدا القصر اليوم ما أحدا يفوت لعنده على القصر أعطى أمرا للخدم وللحرس وللعساكر وصار يتجول في قصره المحاط بقلاع للمراقبة على الجبال وهذا الملك يظن بنفسه أنه في أمان ومأمن وبينما هو يتجول رأى فجأة أن شخصا لا يعرفه حضر عليه حضر عليه تعجب الملك تعجب الرئيس الحاكم جيوش وقصور وأبواب وعساكر وأسلحة وجبال وقلاع تحيط به لحراسته كل ذلك كلا شيء اسمعوا قال هذا الحاكم الرئيس من أنت للشخص الذي حضر عليه فجأة قال له من أنت ومن الذي أدخلك علي الدار فقال أما أنا فمن لا يمتنع مني كل جبار عنيد ولا شيطان مريد وأما الذي أدخلني الدار فربها ارتعب الحاكم خاف الرئيس فزع الظالم مع كل ما حوله من حماية وحراسة وجيوش وعساكر قال له إذن أنت ملك الموت قال أنا ملك الموت فقال الحاكم الظالم فأمهلني ساعة أي شيئا من الوقت كي أحدث عهد قال عزرائيل قال ملك الموت عليه السلام هيهات انقضت أنفاسك انتهى الأجل بكل كنوز الأرض لا يستطيع أن يؤخر الأجل لدقيقة واحدة بكل كنوز الأرض بكل جحاف العساكر الدنيا لو كانوا مليارات ما بيقدر يمنع إذرائيل ولا بيقدر يأخر حاله دقيقة أو يزيد بعمره دقيقة لا يقدر لا بكلوز الأرض ولا بجيوش الدنيا والأرض انتهى الأجل شوفوا الزلازل كيف تبلع البلاد وين العساكر وين الحكومات حكومات حكومات ودول ومطارات وقطارات وقلاع عسكرية وجبال كل ذلك يتدمر بزلزال آمنت برب العالمين آمنت بالخالق الكريم كل ذلك يتعطل ويتدمر بلحظة واحدة أليس في بعض الزلازل مما حصل في عصرنا الحديث فيما مضى في بعض البلاد خمسة ملايين إنسان مع الأبنية والعمارات والمؤسسات العملاقة والضخمة ذهبت ما عم بيحكي عن التسنامي اللي حصل زلزال في بعض البلاد ما بنعتبر ما بنطعز جبال وقلاع وعساكر وجيوش وأنظمة ونظم ودول وحكومات كل ذلك يتعطل بلحظة واحدة زلزال عواصف نيران طوفان غرق كورونا أدي ضعيف أيها الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا فقال له هذا الحاكم هذا الظالم قال لعزرائيل قال فأمهلني ساعة كي أحدث عهدا قال هيهات انقضت أنفاسك قال فإلى أين قال إلى لظى النار السعير جهنم الحطمة قال إلى لظى نزاعة للشوى من عظيم حرها هذه الجلد الفروة فروة الوجه والرأس تنسلخ تذوب وتقع جلد الكافر في جهنم ينكوي ينشوي يحترق مع أنه الإمام البيهقي ماذا يقول اسمعه الغلظ غلظ غلظ جلد الكافر في جهنم أربعين زراع تعرف شو يعني أربعين زراع يعني قريب العشرين متر هذا بس سميكة جلده بدوب بيحترق وينشوي وينكوي وينسلخ ويقع ويبقى العصب والروح والعظم قال سبعين ألف مرة في اليوم هذا الإمام الحافظ البيهقي سبعين ألف مرة ينسلخ ينكوي يحترق ينشوي يقع ويخلق الله له جلدا آخر وهكذا وهكذا سبعين ألف مرة في اليوم غلظ الجلد أربعين زراع نسأل الله السلامة ونسأل الله النجاة ونسأل الله الأمن ونسأل الله حسن الختام ونسأل الله أن يتوب علينا وأن يعتق رقابنا من النار الله يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب لذوق ونسأل الله لا قبل لنا ولا طاقة لنا بعذاب الله لا طاقة لنا ولا قبل لنا بشيء من البرد أو الحر أو المرض أو كورونا فكيف بعذاب القبر وكيف بعذاب جهنم الله يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب ليذوق العذاب ولا يموت يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت خلود دائم خلود أبدي وأين في أعظم وأشد وأكبر نار خلقها الله ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون قال هيهات انقضت أنفاسك قال فإلى أين قال إلى لظاء نزاعة للشواء فقبضه ووقع الحاكم ميتا على الأرض فلا العساكر ولا الدساكر ولا الجيوش ولا الخدم ولا الحشم ولا القلاع ولا القصور ولا الجبال كل ذلك ما استطاع أن يمنع عزرائيل من الدخول على هذا الحاكم فتوبوا إلى الله وأقبلوا إلى طاعة الله تعلموا وعلموا انصروا الدين انشروا الإسلام علموا العقيدة والتوحيد والتنزيه حزروا من أهل الكفر والضلال انصحوا الناس بالتي هي أحسن بالرأفة والرحمة كلنا قد يذنب فإذا رأيت من أذنب لا تعامله كأنه كافر وعدو لك تريد قتله لا بل مد له يد العون والإنقاذ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحصنا فيه على التوبة التائب من الزنب كمن لا زنب له وقال عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فأنت يا أخي إذا رأيت من ترك الصلاة أو من كان قد وقع في الزنا أو في شرب الخمر أو القمار أو المخدرات أو الكذب أو الظلم أو السرقة كن عونا له على التوبة كن محببا له للتوبة كن مقربا له إلى التوبة كن مساعدا له ومد يد العون لإخراجه من الحفر التي وقع فيها ولا تضربه برجلك على رأسه ليغرق أكثر فأنت معرض أن تكون مكانه وكم وكم من الناس الذين يقعون في الكبائر وربما أحيانا في الكفر ثم يتشهدون ويرجعون للإسلام أو يقع في الكبيرة فيقول تبت وندمت ثم ينسى ذلك من نفسه لكنه إذا رأى صغيرة من أخيه يعاديه ويطعم فيه ويحاربه ويشهر فيه ويرى القذات في عينه ولا يرى الجزع في عين نفسه بل يرى القذات في عين أخيه ولا يرى الغابة والجبل في عين نفسه كلنا مخطئ ومزنب ومتلوث نسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يسامحنا وأن يصلحنا مد يد العون للناس ساعدوهم على التوبة لكم الأجر والخير والبركة والسواب والحمد لله رب العالمين نلتقي بكم إن شاء الله تعالى يوم السبت الساعة السابعة بتوقيت بيروت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه اشتركوا في القناة